السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير الله يعطيكم العافية والصحة اليوم معاي لكم طريقة تنفيخ الفلاتر أو تركيبها بعد تنفيخ الفلتر أهم نقطة بعد تنظيف الفلتر طبعا ما أخفيكم سر أن تنفيخ الفلاتر أهم حاجة في البوكلنات في المعدات شكل عام إذا ما نفقت الفلتر المكينة حبة حبة بتأكل بيكون عليها ضغط وبتأكل التراب يدخل على الجوة وبعدين بتبدأ تنقل زيت فالمفروض أنك على طول تنفيخ الفلتر أول بول فالطريقة أول أول شي بعد تنفيخ الفلتر الآن أنا بقول لكم الطريقة لو لاحظنا من الداخل هنا هتلاقي التراب كله مجمع هنا لكن الفلتر نفسه هتلاقيه جديد ما فيه ولا شي وما فيه ولا شي غبار يعني تلاقيه ما شاء الله تبارك الله جديد مرة ما فيه ولا حاجة يعني جديد جديد مهما نفقت مهما ما يطلع منه تراب فإيش الفكرة إيش الفكرة المفروض أننا نسويها أول حاجة أول حاجة نجيب مناديل نجيب مناديل ولا خرقة تمام وفيها موية إيش يسوي فيها عشان الموية يمسك التراب ما يدخل التراب إلى داخل لما بتنظف لما بتنظف ما يروح التراب إلى داخل تحطها بس والدور أوكي إنتوا لو لاحظتوا حين التراب لما يكون آآ شسم المناديل لما يكون فيها موية تمسك التراب شوف كيف بيمسك بدل طبعا كثر مناديل أو أرفحها زي كذا ونظف وخليك على ما أنت عليه زي كذا إلا ما تخلص هذه أهم مرحلة كان غطينا للفتحة هذه بس ما هي مشكلة لأنه الموية قدوا أصلا بيسحب التراب بيمسكوا ما بيروح على جوة أهم حاجة تنظف مزبوط شوفوا بعد التنظيف كيف عشاء الله الآن خلاص يمدينا نركب الفلاتر خلاص دي حين خلاص الفلتر ركبنا كذا انتهينا إن شاء الله بإذن الله استفدتم من هذا الفيديو لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب فعلوا زر التنبيهات محتاج دعمكم الله يعطيكم العافية والصحة وشكرا للمشاهدة